السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله رح نستأنف أحد المواضيع المذكورة سابقا أحد الأخوان سألني عليها وأحتاجت أن أسوي لها درس مستقل لأنه بيها تفاصيل كثيرة يعني هي مو معقدة جميلة بالعكس وبيها بعض التحديات وهي كيفية عمل نقشات فنية هو يقصد على الخشب لغرض إنتاجها بالCNC راوتر أو الويد راوتر إذن الحفارة منت الخشب الأوتوماتيكية فأعتقد يعني المهم طريقة إنتاج بشكل عام يعني شون نقدر نسوي هذا الشي أنا أتكلم تعليها بطريقة مبسطة طبعا جدا لأنه مثل ما تعرفون هي التعلم بطريقة مبسطة وباللغة العربية بطريقة مبسطة بس مع ذلك يعني لحشرحها بشي ببسط أيضا شون نقدر نسوي هاي الأشكال أول شي مثل ما تتذكهون لازم نضيف صورة insert مثلا attach canvas attach canvas مثلا على هاي الواجهة أجيب هذا الشاشة select face هذا الفيس select image click اختار image مثلا عندي image موجودة في مثلا اختارت high image على سبيل المثال أسوي له scaling المقدار scaling سويه مثلا 20 20 أوكي خلي ادورها بعد شويه زاوية 90 زاوية 90 أوكي اضف فيها حتى اقدر يعني اشتغب راحتي طبعا هاي قلت هاي ما الـ 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 هاي احاول انه اسويه حاول انه استعجل به لانه يعني ما رد اخذ وقت طويل بالموضوع بس يعني هي يقطي الفكرة الاساسية ومنعدها يقدر الاخ و يقدر اي يعني شخص اخر مهتم بالموضوع انه يعني يطور هذا الموضوع اول شي مثل ما تشوفون هي الفكرة انه لازم اسوي face يغطي هذا الكيرف لازم تتبع الخطوات وبعدها شوف هنا راح يقول لي الفيس سيمبل أوكي ما دعم عندي حافة هنا فأسوي مثلا حافة مثلا أسوي حافة بها الطريقة هاي كليك 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 مثلا كليك سوالي الشكل الأول أكمل استمر زيان وهكذا تأكد انه قاني القفز يكون صحيح رباعي أشكال رباعية فقط أبتعد عن أي شكل ثلاثي أو خماسي لأنه تسويه هنا ممكنني أسوي شكل خماسي أو متعدد الأضلاع أنا ما أحتاج أسوي هذا الشي لأنه الشكل يعني أفقد السيطرة عليه بعدين زيان مثل ما تشوفون أكو حز هنا أو مثل ما يسموه كريس أو حافة زيان مثلا خلنا نسوي في الشكل مبسط يعني مارد أسوي تفاصيل كثيرة حتى لا يكون الفيديو مطول لأنه بيه تفاصيل كثيرة جدا هذا فلح أسوي كأنه مستمر وأستمر بالخطوات إلى أن أوصل إلى الأخير نفس العملي أستمر واحد ثنين ثلاثة أربعة أتأكد جيدا أنه أنا ده أسوي كليك على الرؤوس النقاط لأنه لا أخفل عنها مثلا خلنا توقف لي هنا ثم أنا حددت لحافة حادة رح يغير لي المعادلة موالتة زيان هس الشي سوي أسوي عليه تعديلات طبعا قبل ما أسوي تعديلات كثير طبعا لازم أسوي ولكن أسوي مثلا كليك رايت كليك على هاي الحافة ما في اللخ كليك اختار بهذا الـ Edge أو الحافة ثم رايت كليك عليها أقول لي Edit Form Edit Form Edit Form لح يسوي لي تعديلات يعني مثلا أغير موقعها بطريقة على هاي نفس العملية المربع الداخلي معنى تـ Move إذا كان بس هذا السهم يتحرك بس بمحور X إذا هذا بمحور Y وهذا الـ Scale تكبير و تصغير تكبير و تصغير هاي تكبير و تصغير بالمحور Y زيان هاي تكبير و تصغير بالمحور Y X و Y طبعا لذلك كلها عمليات مفيدة لطريقة تصنع الشكل المالتي خلأ قرب حتى أشوف بشكل أفضل مثلا هي تشي وأسوي لي تدوير خفيف أيضا زيان هذا أعتقد أقدر سوي كليك على هاي الحافة حركة حط طريقة هاي هذا مثلا سوي الـ Scale Down أوكي هذا مثلا حركة هو تشوفون أوتوماتيكيا وقية الحافات المجاورة رح تمشي و تتماشوية حتى تحافظ على نفس الاستمرارية يعني تقريبا شكل ما يعني حصلت على الشيء الذي تقريبا مو 100% نظل أعدل إلى نتويكينج أو أعدل إلى أن أحصل على الشيء اللي يشبه الحقيقة أقول له أوكي زيان هذا هو الشكل المالتي هسه هسه يجب أنه أسوي هاي الحافة نحسوي حافة واحدة فقط حتى نشوف شنو معناته شون نسوي لباقي الأشياء عندي فديعاز اسمه Insert Edge أجي أختار مثلا هذا الجزء هاي الحافة أقول له double click لا يختار للحافة فا قلها أجي أقول له modify Insert Edge طفل حافة وسطية ممتاز جميل جدا طبعا نقدر أتحكم ببعدها وقربها خليه أظهر مثلا هنا أنا خلينا نشوف أوكي ولكن هذا لازم أعدل عليها بعد فنفس العملية Right Click Edit Form وأجي أعدل على بقية الحافات أقول له أدور ليها وأجيب ليها هنا هاي مثلا أصعدها ودورها شوية خليس أو يزوم شوف حتى أتبع هذا الخط وهاي نفس العملية أجيب هنا مثلا شوية أدورها في المهم أحافظ على نفس الخط مالتي هذا وأدورها أدورها زين هاي أريده شوية يجيبها لي جاء هو عندي أعاز آخر الحقيقة اسمه اسمه وينه 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 سلايد اج سلايد اج سلايد اج زحف الاج إلى هالجانب هذا سلايد اج زحف الاج نحو الجانب سلايد اج زحف الاج اوكي ممتاز جدا فإذا شوف تقريبا حصرت على الاشي اسمه لا يحتاج إلى سلايد اج اكثر موديفاي سلايد اج اوكي طيب ومشكل الباقي اقدر اسوي right click edit form واستمر بال اتابع الموضوع بشكل صح اسمه اسمه تعديلات اضافية tweaking اضافي زيان اعتقد هس الشكل لا باسبي اقول له اوكي اللي صار اللي صار تشوفون زيان هنا خلي شوية اعدل بعض شوية يعني حتى نحاول نحافظ على هذا يجي بعد اكثر right click edit form هذا نفس العملية وهذا قليل يعني شوية خلص خلينا نتوقف هنا اوكي اذا اللي سويته هسه سويت هذا الشكل الجميل زيان هسه شنون اقدر احصل على التقوس هذا طبعا هذا مثلا شنون هاي المجموعة كأنه كأنه هذا خلينا نتخيل على انه جبل هذا هو قمة الجبل او الحافة العليا للجبل هذا هذا هو الحافة العليا للجبل والمجاور هو السفح الجبل هايش خلينا 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 بها الطريقة هاي فكل ما في الأمر هذا بس ارفع للأعلى هسه ان اختاريت لهذا مرتلوق اختار هاي الحافة double click double click لحيختار لي كل الحافة اذا احد القطع ما لا اختارها اكبس على مفتاح control واختارها حتى يكمل الاختيار طيب هسه اقول له right click edit form ولكن انظر له من الجانب انظر له من الجانب خلي ارفع للأعلى بمقدار ايش قد مثلا خلينا ارفع بمقدار خمسة مليمتر خمسة مليمتر او خلينا نقول شوي اكثر خلينا نقول 8 مليمتر 10 مليمتر اوكي اللي صار نرجع مرتلوق مرة اخرى لاحظوا وضحت السلة المعالم تقريبا اقول له shift و scroll key scroll roller الموجودة بالماوس عجلة الموجودة بالماوس اكبس على مفتاح shift واكبس على الرولر نفسها click واقدر احرك لاحظ هسا حصرت على هذا البروز زيان ممتاز جدا ممتاز اذا مادام حصرت على هذا البروز كأنه شنو سويت حصرت على شكل متكامل وبنفس العملية اقدر اساوي باقي الاشكال نفس العملية اقدر اساوي باقي الاشكال فبس حبيت اشرح هاي الطريقة ورم اخلص وبعدا نكمل طبعا هلا سيكون ما عنده سمك فحتى احول الى Object Modify Thicken مثلا 1mm Thicken Type Soft Thicken نضع اللي صار انه اضاف له 1mm من المادة طبعا هو بالخشب ما وجده شيء لان خشب واعت انه يجي على شكل قالب MDF Micro Density Fiber مثلا ويحفروا بالحافات افضل من هاي هاي الحافات كانوا خشب هذا هذا خشب عادي الMDF يكون احصل على نقوش نقوش ممتاز جدا وفراغات قليلة يعني ما بيهيك مسامات مسامات جدا دقيقة فممكن احصل على نقوش عالية راقية وممكن اصبغة بطريقة مناسبة بحاجة احصل على شكل جميل و Finishing رائع حصلت هذا اقول له فنش فورم حسا صار لي Object هذا هو Object واضح؟ طبعا Object تقدر اعدل عليه بعدين بالطريقة اللي اشوفها مناسبة وبالنفس الطريقة اسوي باقي الاشكال واضح وطبعا كل ما يتعقد الشكل كل ما السيطرة عليها والاستمرارية تكون شوية اعقد ولكن بهالطريقة هاي احصل على هاي الاشياء ارجو ان تكون فكرة واضحة لوصف هذا العملية طبعا هذا الرسم موجود من الانترنت نزلت من الانترنت من جوجل لقيته وبهالطريقة هاي تقدر تسوي تصميم مالتك بايدك تخلي تصميم مالتك وتخليه متناظر حول شكل معين اعتقد خلي ننسخ التناظر طبعا Modify لا بس لازم نسوي لي Mirror Line خلي نسوي لي Mirror Line Create Sketch على هذا الوجه مثلا نسوي لي Mirror Line أقول من هاي النقطة الى هاي النقطة مثلا أوكي أنهي هنا ثم علي تكليك أوكي ثم اختار هذا وكيبس على X حوليها إلى construction line ممتاز ستوب سكتش ستوب سكتش موديفاي كرييت مرر هذا الأبجيكت حول حول ستوب سكتش موديفاي كرييت موديفاي مرر احتاج لي الى فايس مو الى خط لذلك لح اثطر انه اسوي بلين بلين يمر بخط وموازي لعمودي على طيب بلين اتنقل خلنا اختار هذا ممتاز هذا هو البلين اللي اريده اوكي شوف هذا البلين هو اللي اريده البلين اتنقل هذا هو المرر المرآت اللي اعكس هذا عليها موديفاي او كرييت مرر فيسز هاي الفيسز او مم موديفاي الأول ارتكلي موديفاي الهان ارار بعنا ظهر لي عرار شون المشكلة كمبيوت فالد ما قريب�ى حسبه بجب اتنقل اوكي اذا لو صار عندنا عرار سيسوي احد الاخوان يسأل على هاد السؤال يقول لو صار عندي عرار واني شون اصرف طبعاً هو كل إيرار إلا معانا معين لما يطيني هذا الإيرار معاناة إنه لا يمكن إنتاج الشكل مثل ما قلت لكم البارحة أو المحاضرة السابقة لا يمكن إنتاج الشكل فإذا الشكل ما لا حيندر ينتج بها الطريقة أثر إنه أنتج بها طريقة ثانية خلنشوف شوانا حدل أنتجه مثلاً خلي أخفي هذا الـ construction line أجي double click construction hide sketch hide أوكي أجي على هذا double click ممتاز هنا أعدي symmetry ما قل له mirror duplicate هذا أحاول هذا الجسم سوال يا أوكي إذن يجب أن أسوي بنفس البيئة مت الفورم أه tolerance أوكي اللي صار إنه اللي صار إنه كررت الشكل تقريباً طلع بالضبط حاول نفس المكان أقدر أسوي أوقف الـ canvas يطلع لهذا الشكل المهم فأرجو أن تكون الطريقة يعني واضحة أما قرونا وشوارب واحد من عندهم على كلين فأرجو أن تكون الطريقة واضحة أخوان العزاء في طريقة صنع الفورمس هذا هو الفورمس two forms حالياً زيان من الممكن أيضا نكملها بعد أن نصنع أشكال أخرى نكمل عليها بحيث أنه أصنع plane وأكمل الأملية يعني هاي خليها بس ممكن أصنع من عندها path 3d path للراوتر هي هاي الفكرة الرئيسية إنه أصنع من عندها 3d path يعني مسار للراوتر مثل ما تذكرون بالكامز مثلاً في الكام أصنع من عندها 3d path أصنع 3d path بحيث أنه الراوتر يجي يتبع لي إياها بحيث أنه يصنعني هذا الشكل الخشب واضح فهي هاي الغاية الرئيسية أرجو أن تكون يعني المعلومة هاي خلينا نقولي التب أو الهنت بسيطة يعني وواضحة بالنسبة لكم واستغلت من عندهم لايك إذا عجبكم الفيديو ديسلاك إذا ما عجبكم الفيديو وذعتكم ملاحظات أرجو أن توضحوا لي إياها اشتركوا بالقناة رجالاً حتى يعني استمر باليعني بهذا الموضوع إن شاء الله إلى أطول فترة ممكنة إن شاء الله ناوي إنه أكمل يعني بعد ما أعتمد على الأسئلة فقط عدي بعض منهاجة أرد أكمله حتى أكمل المنهاج اللي عليها إن شاء الله الله المستعنى الله يسلم الجميع إن شاء الله الله يوفق الجميع شكراً جزيلاً على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته